اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنقا في جولة السودان اليوم التلاتاء الموافق 4 ابريل للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم تجمع اللجان التسييري للعاملين بالخدمة المدنية بولاية القضارف يدخلون في اضراب عن العمل ولجنة المعلمين تعلن استمرار الاغلاغ المنفرد الى حين تحقيق المطالب وفي جولتنا ايضا لجنة المعلمين بولاية كسلة تعلن الدخول في اضراب وتوقف عن الدراسة في جميع مدارس الولاية ابتداء من غدا الاربعاء الخامس من ابريل وتتابعون في جولتنا ايضا استنكار واسع وسط مجتمع محلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور حول استهداف النظاميين بالولاية والمحلية والدكتور احسان فقيري تكشف اسباب حل نقابة الاطباء الشرعية بالسودان ونختم جولتنا لهذا اليوم بايغاف خدمة التأمين الصحي في عدد من ولايات السودان واثر الايقاف على المواطنين وجولة السودان استطلعت رأي وزارة الصحة باقليم النيل الازرق ومؤسسة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الاخبار أحيكم عزيزي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجس بأهم عنوين الاخبار في راديو وتلفزيون دبنجا الموافق 4 أبريل 2023 القوات المسلحة ترفض مقترح القوى الموقع على الاتفاق الإطاري لترحيل الخلافات مع قوات الدعم السريع إلى مجلس الأمن والدفاع بعد تشكيل الحكومة اجتماع لرؤساء الكتل والقيادات والتنظيمات والحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق الإطاري للتشاور حول التطورات السياسية حزب البعث تأجيل الاتفاق السياسي مؤشر على تصور فوقه وتبسيط للأزمة التي عمقها انقلاب 25 أكتوبر وعقدها الحل الإطاري مقتل العريف شرطة نور الدين محمد سيف الدين ونهبي سلاحه في مرشينج واستنكار واسع من المواطنين مقتل النازح صلاح الدين صديق في معسكر عرديبة بقرسيلة التابعة لولاية وسط دارفور برصاص مسلحين وفى الثلاثة أشخاص وإصابة آخرين مساء الاثنين في حادث مروري بمنطقة شرق الجنينة وتحويل المصابين إلى مستشفى الجنينة مزير الصحة بإقليم النيل الأزرق رفضنا إيقاف خدمة التأمين الصحي بسبب المديونية لتأثيره على أكثر من 75% من مواطني الإقليم مزير التأمين الصحي بولاية الجنوب دارفور الأوضاع في التأمين الصحي تمضي نحو الانهيار بسبب تراكم المديونيات على الدولة ونحذر من العواقب الكارثية العاملون بالخدمة المدنية في القدارف يدخلون في إضراب لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عدم صرف المرتبات بالهيكل الراتب الجديد لينة المعلمين بولاية القدارف تواصل إضرابها للأسبوع الثاني احتجاجا على عدم صرف الفروقات لجنة المعلمين بيكسل تعلن الإضراب لمدة أسبوع احتجاجا على عدم صرف الفروقات والملحة العاملون في هيئات الإزاع والتلفزيون الولائية يواصلون إضرابهم للأسبوع الثالث للمطالبة بمستحقات مالية وتبعية الهيئات للمركز ويهددون بالإضراب المفتوح نقابة أطباء السودان الشرعية تعلن حل كيانها واستمرار أعضائها كأفراد في اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان اللجنة الخماسية لمناهضة التعدين تدين فتح ماليشيات درع الشمال باب التجنيد في الشمالية العاملون في بنك المزارع ينظمون وقف احتجاجية ويبدأون التصعيد الممرحل تنديدا بتهديد الإدارة بالفصل التعسفي بعد الفراغ من الاستقالات الطوعية ارتفاع عدد ضحايا الألقام في السودان حتى أبرير إلى 2572 والمركز القومي لمكافحة الألقام والأول المتحدة يحتفلان باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألقام رئيس المجلس العالى للنظارات البيجا محمد الأمين تيريك يعلن رفضه التحاور مع الحرية والتغيير في قضية شرق السودان وزير الدفاع الركني ياسين إبراهيم البلاد تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى تكاتف السودانيين والتحلي بالحكمة للعبور إلى بر الأمان الفريق كباشي يجدد التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية وحرصها للتوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراب كان هذا الخبر الأخير في عنوين النشرة إلى اللقاء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم والبداية من ولاية القضارف والتي دخل فيها تجمع الليجان التسييرية لعمال ولاية القضارف في إضراب عن العمل اليوم وهذا التجمع يضم كل العاملين بالخدمة المدنية بولاية القضارف وبلغت نسبة الإضراب 90% وتوقفت عدد من المؤسسات عن تغديم الخدمات للمواطنين في القطاع الطبي المستشفيات والمراكز الصحية إضافة إلى المحصلين بوزارة المالية والمحليات المزيد في حديث الأستاذ مدثر هاشم عضو تجمع الليجان التسييرية للعاملين بالخدمة المدنية العامة بولاية القضارف الإضراب طبعاً تجمع الليجان التسييرية للعاملين بالخدمة المدنية بولاية القضارف التجمع هذا في كل العاملين بالخدمة المدنية بولاية القضارف من ريفة وحضرة فكل الولايات بصورة عامة اللي لك أنت نسبة الإضراب عملت 95% بمحلياتها شملت القطاع الصحي بصورة عامة مستشفيات مراكز صحية إضافة للمتحصلين بوزارة المالية ووزارة المالية وراسطة المؤسسات بالولاية القضارف والبلديات بالمحليات بصورة عامة بالإضافة للإضراب المعلمين برضو بالمدارس بكل الولاية اللي لا الولاية يعني ممكن نقول الحركة الشيخية المشلولة جماعا الإضراب كان إضراب حضوري حضور بالنزة 100% عمل 0% الناس وسط مكان العمل وكل الناس معلقين دباجته ومبرمين على العمل كان المطلب قضية مطلبية اللي هي حقوق كالفصلة الأول من حقوق العاملين المرتبات تعديل المرتبات بهيكل العجور بتاع بهيكل العجور بتاع اثنين وعشرين للآن ولاية القارج تصرف بالهيكل بتاع واحد وعشرين الغير معدل اللي هو في منشور مزالة المالية نطلعين منشورون أنه من السنة الفاتس من آخر السنة الفاتس الناس المفروض تصرف بالهيكل بتاع اثنين وعشرين إلا حكومة ولاية القبارج طبعا أبدا نفسها إلا أن تحرم الموظفين والعاملين بالخلنة الوضنية من حقوقهم أغلب الولايات أغلب الولايات صرفت بالتعديل الجهي معدى ولاية القبارج الولايات حكومة الأمر الواغح في ولاية القبارج تبعت مال العام يمين ويسار ورافضة للعاملين حقوقهم بالإضافة للمدخرات منذ العام واحد وعشرين مدخرات منذ العام واحد وعشرين دي برضو فروقات بالتعديل طلعنا بيان قبل تنين وسبعين ساعة طلعنا بيان تنين وسبعين ساعة سلمناه لحكومة الولايات فلناه من فترة تنين وسبعين ساعة إذا ما استجابوا لمطافي التضعيد مستمر دي المرحلة الولى عملناه ضراب محضور في خلال الاثنين وسبعين ساعة في جدولنا لمدة الثلاث يوم إلى الخميس لو ما استجابوا حيكون عندنا فضعيدة شدا اللي هو حينكون ندخل في عصيان ندخل في عصيان كل العاملين استجابة كانت عالية جدا الناس متفهمة لحقوقها وقباياها بالطرق السلمية والمعروفة والمجربة والمشروعة اللي هي اللي برغبات ده كان اليوم اللول بالنسبة لنا ونبقى في ولاية القضارف حيث أعلنت لجنة المعلمين عن الاستمرار في الإضراب المنفرد والذي بدأ من السادس والعشرين من مارس إلى أن تتحقق جميع المطالب المزيد في حديث علي جيلاني عضو لجنة معلمين القضارف طبعاً اللي هو الإضلاق في ولاية القضارف هو إضلاق منفرد اتسببت فيه واللي هي ولاية القضارف مالية وحكومة ولاية القضارف بأنه اتحولت الاستحقاجات اللي هو تابعة لتنفيذ الغرار 380 من شهر يناير لغاية يوم بداية من شهر يناير ما يتنفذ اتنفذت في كل الولايات أو 16 ولاية ما عادة ولاية القضارف وكسل وقت وصلنا للمالية اللي هي كانت بتتحجج في مرات بأنه يا خيمات المتحبيل من المركز وأنه المركز حتى الآن فبقينا نحن مع بين كم ما شد المركز والاتحادية رسلوا أو ما رسل فأعلننا الإغلاق المنفرد في ولاية القضارف اللي هو ابتداء من يوم 26 اللي هو الأحد الموافق 26 مارس وحتى الآن ما زلنا فيه الإغلاق بعد الإغلاق مباشرة اللي هو تم الاعتلاق من قبل المالية وبالأمس والي بلاية القضارف بأعترف بأنه والله أخيه تم التحويل بتاع المبلغ لكن المبلغ وكذلك يتحول يتحول صملم يعني ما مفصل جود حقا وأنه الخطاب ذاته بتاع التنفيذ بتاع الغرار ما جام إلا في شهر 3 اللي هو بطبط يوم 16 ثلاثة والخطاب ما وصل للمالية إلا يوم 24 ثلاثة فبالتالي طوال جام وأصدره آآ غرار بتعديل آآ الأجر بتاع مارس بعد ما كان رفعه بالقديم تم حصة تعديله على سن نصف بالشهر آآ اللي هو بالتعديل ثلاثة والثمانين آآ وكذب بدأنا نسأل عن الفرق بتاع شهر واحد وشهر اثنين آآ ما قدروا يدونا زمن محدد يعني نحنا مشاهدنا معان في لين أكتر يعني نحددو لنا زمن إن شاء الله بعد شهر بعد شهرين نحنا نعرف إنه المستحق بتاعنا ده يعني الكلام ده كان في الأسبوع اللي ورد فآآ أبو يقدروا يحددوا زمن وإنه قالوا ما حاليا ما جاهزين وما بيقدروا يلتزوا بي زمن بعد أكيبونه آآ ما يلتزوا بيه آآ عموما في الأسبوع الثاني اللي هو بداية من يوم اثنين آآ أبريل أعلننا مواصلة الإغلاق لمدة آآ أسبوع وما زلنا في تواصل ما بين المالية على أساس إنه نلقى مخرج للحل وخاصة نحنا نعرف إنه طلاب الشهادة السودانية آآ حيكون هم أكتر ناس متأسرين أو أكتر شريحة من الطلاب متأسرة لأنه تم تحديد الزمن بتاع الامتحان وبالتالي ما ما دام الإضراب هو إضراب وإغلاق من فريق ما حيتم المعارجة بالنسبة لنا فما زلنا حتى الآن وساعة يتمنى بالضبط كذا حيكون عندنا اجتماع آآ بنتفاكر فيه واللي هو في استمرارية الإغلاق ومن ولاية القضارف ننتقل إلى ولاية كسلة والتي أعلنت فيها لجنة المعلمين الدخول في إضراب ابتداء من غدا الأربعاء الخامس من أبريل توقف العملية الدراسية في جميع مدارس الولاية إلى حين تحقيق جميع المطالب جولة السودان التغت عضو لجنة المعلمين سيد تنبا للمزيد حول إضراب المعلمين والذي من المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء في الخامس من أبريل مرحبا بك والله الإضراب ده الإضراب طبعا أنحنا طبعا ملتزمين بالخط المركزي بتاع لجنة المعلمين المركزية واللجنة المعلمين المركزية أي طبعا هي رفعة الإضراب لتفاصيل معينة كده وأغلب ولايات السودان هي نفذوا لها المطالب بتاعتها أو نفذ الغراب 380 وأدوم فروقاتهم وأدوم المنحة اللي ولايتين هي ولاية القدار ولاية كسلة ما عندها أي حظ في التعديل الحصل لكل ولاية السودان لذلك نحن في ولاية كسلة لأنه نبقى أسوأ بكل زي كل ولاية السودان أشان ننال الحقوق بتاعتنا وأعلننا الإضراب بتاعتنا بعد اجتماع عاصف تعليمات المعلمين يوم اللي اثنين يوم ثلاثة وأمثل إحنا اصدرنا البيان بتاعنا يعني أنه كل مدارس الولاية توقف عن العمل لا من ننفذوا لينا على الغرارة الارتومية عمل الإضراب ده حيكون من يوم بكرة حيصمر لمدة مدة أسبوع خلال الأسبوع ده لو الحكومة نفذت لينا مطالبنا إحنا ما عندنا مشكلة حنرفع إضرابنا خلال الأسبوع لو ما نفذت الإضراب يعني حنعمل جدولة تسعيدة تاني من جديد نعمل إحنا هس الليلة سوينا الطوافل كل مدارس المدينة هنا وخاطبنا الممثلين بتاعنا فوق المحليات والاستجابة كويسة يعني مية في المية نتوقع أنه حيكون مية في المية لأنه دي مثلا بتاع حقوق يعني ده شغل شغل بتاع حقوق يعني ما شغل سياسي وذي نتفق عليه وكل لن نتفق عليه في الحقوق لا التواصل هو طبعا مركزي لجناة المعلمين ده مجلسي مراسي إحنا أسل تفاصيلنا دي كلها بتاع الولايات بتكون تجي من من الخرطوم من فوق إحنا تواصلنا مع الخرطوم ناس الخرطوم قالوا تواصلوا مع أمالة الحكومة ولاية كسلة ناس ولاية كسلة قالوا هم ما عندنا مجلسي نفذوا الغرار ده لذلك إحنا ما في داع نتواصل مع الولاي لأنه أصلا سلفا الليلة المركزية تواصلت معهم ومن ولاية كسلة المستمعون الكرام ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور والتي يستنكر مواطنون وناشطون بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور حالة السيولة الأمنية التي جعلت حتى النظاميين مستهدفين من قبل المتفلتين حيث قالوا إن استهداف النظاميين يدل على وجود هشاشة أمنية مناشدين حكومة الولاية ملاحظة الجناء وتقديمهم للمحاكمة المزيد في هذا الاستطلاع الذي أجريناه من محلية ميرشينغ حول السيولة الأمنية التي تشهد ولاية جنوب دارفور طيب ما هي تهركات الحكومة لأن هذه الظاهرة تكررت تقريبا مرتين في شهر واحد هناك حكومة ببداية جهاز كثير من الولاية كمبارك الآن الشرطة والدير وكل الخوات بالمحلية العاكز الأمنية بالمحلية كامل جايرين البعث لأنه يكون يقبض على الجمع ويقول الكريب البوليس العام يكون مستمر بأنه يقص لأنه هذا الشرط موجود داخل المحلية أو خرج من المحلية ومأي منصر ذاته بأنه يقل شرطة داخل السود بسم الله الرحمن الرحيم يوى عبد الرحمن محمد محلية مرشين نحن أول حاجة نترحم على الأقيد روكون روح الأقيد روكون عبد العزيم ربنا يرحمه ويحسن مسواه قد لحال الشرطين وردين محمد سيف الدين بمحلية شهيد محلية مرشين في ليلة البارحة نحن نقول ربنا يرحم في الدولة السودانية يسقطوا بشكل متطالي نتيجة الحشاشة الأمنية الدار بالبلاد خصوصا في هذه الأيام السودان خاطبة ولاجنوا بدار فورا وشهر خصوص وخصوصا نحن في محلية مرشين يمكن في قلال الأسبوعين أو الأشر أيام الفاتت كلكم والخطاباتهم في الصحف وفي الإزاعات وفي كل الوسائل التواصل الاجتماعي الهادس المعلم بمنطقة جروف في محلية مرشين اختطاف عربة الشرطة ومدججة بالدوشكا ومبارح فرد شرطة وردين الشبلين وردين محمد سيف الدين تم اختياله في داخل سوق مرشين وهو يقوم بعمله في مسألة تأمين السوق والكلام يرجعه للحشاشة الأمنية من داخل محلية مرشين نقدم نداء عاجل بالنسبة للمواتن اللي سينا نقدر نعيش حياتنا بشكل طبيعي سليمان محمد الدين محلية مرشين في البطي الرحمة والمخبرة لكل شهداء الوطن الذين ضحوا بارواهم رخيصة التمر للتخيير وبنية للحاذ الشاب المجيد الرحمة والمخبرة لكل شباب سنا التخيير شباب ويوم صاهرة هم يسؤون عمل بجد والضابط عبد العظيم وكل العاملين بالشرطة هزينين جدا جدا كمجتمع مرشين النفخد ابناء وطن قاعد تدخون بتغدي عمل الدوري من أجل هماية المواتنين ومن أجل هماية سوق يوصف يوصف نيخل التعصف وهزينين كلنا كمجتمع مهلية مرشين بعد النفخد ابننا نور الدين شبل وباختيال من قبل المشهولين أصناع دواجبة نظل يظل وجود حشاشة عبنية بمحلية مرشين مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية جنوب دارفور ننتقل إلى ولاية الخرطوم حيث قالت الدكتورة إحسان فقيري عضو المكتب التنفيذي لنقابة أطباء السودان الشرعية التي تكونت في العام 2012 الهدف من التكوين كان استرداد النقابة المنتخبة ولمناهضة النقابة التي كونت النظام السابق نقابة المهن الصحية والتي لا تمثل الأطباء في ذلك الوقت مضيفة بعد انعقاد الجمعية العمومية قبل إسبوعين وانتخاب لجنة مهيدية برئاسة الدكتورة هيبة عمر انتفى وجودهم كلجنة أطباء شرعية لأن هناك جسم منتخب من الأطباء ويمثلهم ويتحدث بإسمهم وأنهم كنقابة أطباء السودان الشرعية التي بدأت هذا العمل انتفى وجودهم بكل حب ورضا المزيد في حديث الدكتور إحسان فقيري عضو مكتب لجنة أطباء السودان الشرعية السابق لجولة السودان طيب أنا أصلاً عضو في المسجد التنفيذي لنغابة أطباء السودان الشرعية النغابة أطباء السودان الشرعية تكونت عام 2012 في يوليو إحنا لما كوننا النغابة الشرعية في مستشفى الخرطوم كان هدفنا استداد النغابة المنتخرة يعني إحنا نقعد كجمعية عمومية كافة الأطباء ينتخبوا في نغابة منتخرة نتحدث بإسم الأطباء طبعاً إحنا نغابتنا ليس سميناها شرعية سميناها شرعية لأن الإنقاذ عملت نغابة ثانية نغابة المنشعة إحنا نغابة الإنقاذ الصحية التي لا تمثل الأطباء سعينا في هذا الموضوع في إنوانينا كيف نعمل جمعية عمومية وكيف نسجل الأطباء وكيف نتصدى للمشاكل الأطباء رفعنا مذكرات وعملنا وقفات أيام تجفيف المستشفيات وآخره للأسف المخدم لا يعترف بينه طبعاً لأن الإنقاذ كان عندها خطة معينة لتقطيع أوصال الحركة النغابية وبالتالي نستمرنا الغاز مجالة 2016 ظهرت لجنة الأطباء المركزية أن هنا أيضاً سعينا أنه يكون عندنا ممبر واحد للأطباء ممبر واحد حتى هو ممتخب لكن ممبر واحد يتحدث عن الأطباء سعينا كثير لم نتوفق إلا قبل الثورة بشوية قبل الثورة 2018 لأنه كان حيكون فيه إعلان للأطباء إعلان الإضراب العام أيام الثورة فكان لازم يكون عندنا جسم موحد كده قامت النقابة يعني عملنا الجسم الموحد ده اسمه مكتب الأطباء الموحد الذي قام بالإضراب ومعالجة المصابين والعمل في العيادات أيام الإضراب وإلى الآن يعمل في معارجة المصابين إذن دورنا لما نجينا عملنا الجمعية العمومية قبل أسبوعين وانتخبنا اللجنة المهيدية برئاسة الدكتورة هبا عمر يبقى انتفى وجودنا انتفى وجودنا بيقى فيه جسم منتخب انتخبوه الأطباء بمثلهم وبتكلم بإسمان يبقى أنه كان غابة الأطباء السودان الشرعية التي بدأت هذا العمل النبيل يبقى انتفى وجودنا وانتفى وجود المطب الموحدة اللين كنا فيه ثلاثة عشران عادي طبيعي طالما فيه جسم ثاني منتخب شي طبيعي أنه وصلنا لهذا الغرار بعد انتخاب اللجنة التمهيدية وحنكون وقوفاً وقوفاً كأفراد مع اللجنة التمهيدية لغاية ما تجي اللجنة التمهيدية مع سيدة شور يعني ده غرارنا نحن ونختم جولة السودان اليوم بإيقاف خدمة التأمين الصحي القومي عن عدد من الولايات والمؤسسات وتأثيره على المواطنين جولة السودان استطلعت وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر ومدير الإعلام بمؤسسة التأمين الصحي بولايج جنوب دارفور عبد الحفيز الطيب أحمد والبداية مع وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر مرحباك دكتور وما هو أثر توقف التأمين الصحي على المواطن بإقليم النيل الأزرق التأمين الصحي ده هو يعني ذور معامل لنا كل المواطنين الموجودين نحن طبعا ألما أنه هذا الإقليم مرة في صورة تحضر رابط الخنسان سيجنة المواطن السيجن كان كلهم نازحين وشركين وجروا من أراضيهم يعني وجود التأمين بالنسبة لي عند النازل ده شريحة مهمة جدا لكن التأمين لأنه بقدر إدعاله إدعاله لو قلته عشان أو أوفرهم كدولة عشان عاليهم أو كيقديم ما حدر أوفرهم فتأمين الصحي حقيقة كان شرياء قبير في التأمين العلاج المجاني للمواطنين عبر الشراكات الموجودة معانا نحن صار صحة يعتبر أن نحن أجيها الدائمة للعمل اللوجستي والعمل الفمي والكواجر ذات الشغالة يعتبر أن تابعين للصح حقيقة أنا في نظري أنه بعد ذاك التقلبات الحصل ذات التأمين الصحي تكون تابعة للعائلة الاجتماعية وكانت في المزارة السابقة وكانت واحدة من الأشياء وكان أصلا مفروض حتى لإضافات التأمين الصحي مدام شغله ثلاثة ربعة في الهيل مفروض تكون تابع له لوزارة الصحة لأنه يكون هنا بشغل من الأشياء الحصل حتى الآن في إقليم السودان عامة للتأمين الصحي في مناطق الآيات قفلوا لكن نحن في النيل الأذرة في إقليم النيل الأذرة رفضنا وأنا شخصيا كوزير الصحة جاءنا شطاب أنه الناس دي المضطوبين مدينيونية ولازم إما يسددوا إما يقفوا طيب إذا سدد ما حا يدفعوا المدينيونية وإذا نحن برضو قفلنا التأمين ثلاثة أرباح شعبنا ثلاثة أرباح شعب النيل الأذرة إذا قلنا في هذا السكان مليون ونايف أو مليون وميتين معناته مليون ومية دين كلهم حيكون موجودين أمام وزارة الصحة وعمام المستشفى في المشفى لأنه أصلا عمادهم كامل على هذا التأمين في العلاج لأنه الواحد يمثل وما يشف حصده دم ساي ما يندو إمكانيات التأمين بيتفع التأمين بيتفعله لعلاج التأمين بيسترس طيبا فأنا قلت لهم لا خلونا نعالج الشغلين ده في عطار إنه نوعد معنا في التأمين أنتوا كيف حتقدر تسجدوا لبعض من المصالح حقاتهم لحد تدريجيا لحد ميناء طيب المشكلة دي ما مشكلة منذ التأمين إنه القروض ده هم تهلكوها ودوها في حتة لا لا عشان يكون فيه الناس ما يكون فيه مفهم غلط في مديونيات الوزارة المالية الاتحادية النفسة المفروض الخاصة بتيجي من الأنشراص من كل عامل ومن كل ده مفروض لهم فترة طويلة ما نازلت دوم الزكاء ذاته الزكاء إن كان على مستوى المركز أو على مستوى الإقليم عشان كده نحن في الإقليم إيقاف التأمين أنا بشوف الزهور اللي بيستخدم إيقاف التأمين بشكل البسيط اللي أنت يديمه ده وبالظروف المعرفيه ده أنا يبدو لي يفند لينا سقرات لأنه الوضع الاقتصاد ذاته في بلد ونحن لحد الآن عندك العمال المرتبين نحن طبعا لما ما 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 إنه المعالج في إيقاف إن التأمين الصحي يرجع للخدمة هو المطلب الشعبي ونبقى في إيقاف خدمة التأمين الصحي القومي عن الولايات والآن ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور ونستمع للأستاذ عبد الحفيز الطيب عبد الله مسؤول الإعلام بمؤسسة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور والله طبعا الأثر حيكون ما دا أقول كارثي لكن حيكون أثر سلب شديد فاصة الأخمار يعني جنوب دارفور يعني إحنا 90% من الخدمة القاعدين نجد فيوه الآن أو 80% من شرايا خاصة في شرايا وصر صغيرة أرامل أيتام أرامل خاكين ثم شرايا بتاعت أعمل اتحادي هي دي الأحمح أختمد اعتماد كامل عليه الخدمة بتاعت التأمين مدينية يعني مدينية بتاعت مشتركين على وزارة المالية أو على الدولة بشكل أطلح فلو ما في يعني إيشاء للمدين يراجب بحاجة مستمرارية بحاجة معروفة بحديث وزير وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر والأستاذ عبد الحفيظ الطيب أحمد مدير إعلام مؤسسة التأمين الصحي بولاي جنوب دارفور حول إيقاف خدمة التأمين الصحي بعدد من الولايات وأثر على المواطنين نكون غط وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنغا حتى الملتقى لكم تحياتي واتحايا الفريق العامل إلى لقاء أعزائي المستمعين شكرا لإستماعكم لراديو دابنغا واللاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء